النهاردة تمرين الاهلي الجاد استعداداً لمباراة بلاتينيا من الزمبابو اللي حتكون يوم السابت إن شاء الله المران صباحي درجة الحرارة كانت بردة شوية فوج اللاعبون والجهاز الفني بحضور الكابتن محمود الخطيب للمران بعد عودته مساء أمس من رحلة علاجه في فرنسا رحلة العلاج الطبيعي التقى بالكابتن سيد عبد حفيز أبشمنس والتقى بالريني فيلر واللعبة للشد من أزروم لكن الحالة الصحية للكابتن الخطيب الحمد لله مطمئنة يمكن فترة العلاج الطبيعي أسبوعين في باريس هيعقبها هنا فترة علاج طبيعي وعلاج مائي لغاية يوم 25 يناير 25 يناير قد يعاود السفر إلى باريس ويحتمل إن شاء الله لو في نتيجة كويسة لجلسات العلاج المائي والطبيعي كان بها إن شاء الله ما فيش قد يحتاج الأمر لمنظار خفيف علشان يتخلص من بعض الألام قص من غير تقارير طبية أنا أقارن الآن بين الحركة قبل السفر وبعد العودة لا فيه تحسن بس برضو ما زال فيه زكة خفيفة موجودة وهذا شأن العلاج الطبيعي بياخد وقت إنما طالما إنه فيه تحسن يبقى الأمل موجود إنه قد يكتفي بإذن الله بالعلاج الطبيعي وفي الآخر إحنا قلنا إيه هي ألام يتحملها صاحبها لأن ألام العمود الفقري هي مؤلمة للشخص ولكن لا تعوق أداءه وعمله لعمله إنما بتكبده ألام طبعا وهو الراجل واضح أنه عايز أتحملها في سبيل مسؤوليته الضخمة جدا 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 الحمد لله على السلامة يا كابتن خطيب وبإذن الله تعالى كل الشفاء التام وكل التوفيق لكل مجلس إدارة النادي الآلي ولكل مسؤول النادي شكرا